السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي بناتي طلاب الصف السادس الاتدائي معتكم مع مدتكم الجميلة مدت الراديوهات احنا دلوقتي معادنا مع الوحدة العشرة المفهوم الاول فهم معدل الوحدة احنا كنت تكلمنا عن المعدل قبل كده بس استخدمنا لغة المعدلات لكن الدرس ده بتاعنا مختلف شوية انا بتكلم عن معدل الوحدة ايه معدل الوحدة ده هو معدل تكون فيه كمية ثانية واحدة واحدة تمام كده طيب تعال كده نشوف مع بعض مثال تقطع سيارة مسافة 30 كم في الساعة بص كده كمية التانية حاجة واحدة تلات كتب لكل تلميز كمية التانية حاجة واحدة سبع بطاقات لكل لغة تمام طيب تعال كده بقى نشوف لتحديد معدل الوحدة يمكننا استخدام احدى الطرق اول طريقة عندي حاجة اسمها المخطط الايه الشريطي ناخده كده مثال بيه اللي يقطع كطار مية وتمانين كيلومتر في تلات ساعات وجد معدل الوحدة طيب عشان نجيب معدل الوحدة اول حاجة هنعمل فيها ايه اول حاجة هنجيب قيمة الجزء الواحد طيب اند على كده نجيب قيمة الجزء الواحدة نقسم هنا مية وتمانين على كم؟ على التلاتة مية وتمانين على التلاتة هيساوي ايه? ستين. ستين. طيب يبقى انا عندي هنا في المسافة المسافة كانت مية وتمانين كيلو متر اتقسمت على تلات اجزاء يبقى كل جزء بكام? بتلاتين. بستين. بستين. هنا ستين وهنا ستين وهنا ايه? وهنا ستين. طب تعالى كده نشوف عدد الساعات. ها احنا قلنا هنا تلات ساعات اتقسمت برضو على تلات اجزاء يبقى كل جزء بكام? واحد. يبقى هنا ايه ساعة? واحدة. يبقى لو انت لاحزت كده. معدل الواحدة هيبقى ستين كيلو متر لكل ساعة. لكل ساعة. يبقى اكتب هنا ستين كيلو متر لكل ساعة. طيب الطريقة التانية بقى اللي عندنا خط الاعداء. دي المزدور. تمام كده? بيقول لي اقطع عجاسي ربعمية وتمانين مترا في تمام بقائق. اوجد معدل الوحدة. احنا عافين ان معدل الوحدة الكمية التانية ليه تبقى حاجة واحدة بس. تمام? طيب بص كده عندي ربعمية وتمانين عندي هنا متقسمة. تمام? انا لو حبيت اجيل معدل الوحدة يعني او قيمة الجزء الواحد حاسم على التمانية. فلما اقسم على التمانية تمانية واربين على التمانية فيها ستة ونزل السك. يبقى قيمة الجزء الواحد كام? ها? ستين. تمام كده? طب تعالها كده نشوف. ها? من ستين. حياته عبليه ايه? قد ايه? واحد دقيقة. يبقى هنا المعدل عندي كام? ستين. ها? ستين. كيلو. ستين متر لكل دقيقة. طب لو حبيت اكمل. عشان اكمل خط العداد المصدر. يالا نضرب في اتنين. ستين في اتنين بكام? مية وعشرين. وهنا واحد في اتنين? باتنين. طيب لو انا حبيت اضرب في تلاتة. حتبقى مية وتمانين. هنا هتبقى تلاتة وهنا هتبقى مية وتمانين. لو ضربت هنا في اربعة. هتبقى متين واربعين. متين واربعين. طب لو ضربت في خمسة. هتبقى تلتمية. ضربت في سبعة. هتبقى ربعمية وعاشرين. طيب اللي دربت في تمانية تعالى ربعمية وتمانين اللي هي القيمة اللي اصلا الموجودة عندي. تارت حاجة عندي جدول النسب. دي تارت طريقة عندي. بيقول لي مسال هنا يصرف ياسين متين جنيه في اربع ايام. اوجد معدل الوحدة. طيب واحدة واحدة كده مع بعض. هنا بيقول لي بيصرف ياسين متين جنيه في اربع ايام. اتفقنا يا جماعة عشان اجيب معدل الوحدة لازم اجيب قيمة الجزء الايه? الواحد. الواحد. طب هو في اليوم الواحد انا عايز هنا في اليوم اكتب هنا ايه? يوم. صح كده? في اليوم الواحد اقسم متين على الاربعة عشانا على الاربعة فعل خمسة وهنزل سفرة يبقى يسرب في اليوم قدي ايه? خمسين. خمسين. يبقى احنا اقسمنا متين. على الاربعة يساوي ايه? خمسين ده قيمة الجزء الايه? الواحد. يبقى انا عندي هنا خمسين جنيه لكل يوم. كل يوم. طيب صد لنا بقى الطريقة الرابعة اللي هي باستخدام الخوارزمية. تمام? بيقول لي مثال بحرس قلة زراعية ستة افدنة في ساعتين. اوجد معدل الوحدة. خلاص احنا اتفقنا معدل الوحدة. يعني قمة الجزء الواحد يعني حقسم. عشان اجيب معدل الوحدة. حقسم الستة افدنة على الساعتين. تمام? ستة. ستة افدنة على اتنين ساعة. تمام كده? فلما اقسم ستة على الاتنين هيبقى فيها كام? يبقى يبقى ثلاث افدنة لكل ساعة. السؤال اللي عن الدور? تنفق اسرة الف وربعمائة جنيه في الاسبوع. عايز معدل الوحدة. طيب خلي بالك هنا الاسبوع ده كم يوم? في الاسبوع سبعة ايام. يبقى انا بجيب معدل الوحدة هقسم الف وربعمائة. على كام? على سبعة. على سبعة ايام هيديني. 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 سبعة 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 في الاتنين. منزل السفرين يبقى امتين ايه بقى? متين جنيه لكل يوم. لكل يوم. يلا. لتستهلك سيارة تمن لترات بنزيل لقطع مسافة ستة وتسعين كيلو متر. امجد معدل الوحدة. نفس الكلام. عشان اجيب معدل الوحدة هقسم. هقسم الستة وتسعين كيلو متر على التمان متر رابط. تمام? يلا تعالى نقسم كده. تسع على التمانية فيها الواحد. كلها يتبقى واحد ستتاشر على التمانية فقال ايه? فيها الاتنين. يبقى اتناشر ايه بقى? كيلو متر لكل لتر. وصلنا لسؤال الطالب اللي يحصل ياسين على سبعمائة وعشرين جنيه مقابل العمل لمدة تمان ساعات. اوجد معدل مكسبه في الساعة. مستنين اجابتكم? اسفل الفيديو فيه التعليقات. طيب تعالى كده بيقول لي ايهما افضل ولنازم. انا زراعية تحرص ستة افدنا في تلات ساعات? ام آلة زراعية تحرص اتناشر فدان في اربعة ساعات? تمام. انا عشان اعرف مين ايه افضل هعمل ايه? هجيب معدل الوحدة للآلة الاولى ومعدل الوحدة للآلة التانية. عشان اجيب معدل الوحدة للآلة اقول ليه هقسم كمالة كان? ستة افدنا على تلات ساعات. يبقى هقسم ستة على التلاتة هيساوي اتنين فدان لكل ساعة. طب والتانية. هقسم الاتناشر على اربعة. هيساوي تلاتة فدان لكل ساعة. يبقى من الافضل? اللي بتحرص كام? اكيد اه تلات افدنا فيه في كل ايه ساعة. تمام. يبقى كده بقى من الافضل تعال بقى نشوف من الافضل? ها? هنقول بقى لذلك الآلة الثانية التي تحرص تلات افدنا لكل ساعة هي الافضل. اللي هينا بقى ايه ايه افضل ولماذا شراء سبع اكواب من العصير بسعر تسعة واربين جنيه ام شراء ستة اكواب من العصير بسعر ستة وتلاتين جنيه. تعال نشوف انا يا حالة ايه? افضل. تعال كده نجيب معدل الوحدة للحالة الاولى. انت عندك هنا سبع اكواب بسعر كام? تسعة واربعين. يلا نقسم بقى تسعة واربعين على السبعة هيساوي كام? سبعة جنيهات لكل كوب. سبعة جنيه لكل كوب. يبقى الكوب كده ايه? بسبعة جنيه. طيب تعال نشوف الحالة التانية. هاقسم ستة وتلاتين على الستة. ستة وتلاتين على الستة هيساوي ايه? ستة جنيه لكل كوب. يبقى انا افضل تشتري الكوب الواحد الواحد بستة جنيه ولا بسبعة جنيه? لا اشتري بستة جنيه. اكيد هتشتري بستة جنيه افضل. خلي بالك مش كل المسائل اللي هتلاقي فيها القيمة بتاعت المعدل الواحدة اكبر هيكون الافضل لا. هنا الافضل لك اللي انت تشتري بسعر ايه? ارخص صحي كده? يبقى هنا الافضل هيكون ايه? ستة جنيه لكل كور. يبقى الحالة التانية برضو هي اللي ايه? هي الافضل. بص بقى مرفوضة هي اللي عندنا. يقول لاحظ معدل الوحدة الاجبر ليس الافضل دائما. فمسلا في رياضة الجاري مجد ان استجراض زمن ربع ساعة لقطع مسافة واحد كيلو متر. سيكون الافضل من استجراض نص ساعة لقطع نفس المسافة. سؤال الطالب يقول لي تبرع اربعة عشرين طالب من الصف الرابع بمية وعشرين جنيه لمساعدة الطلاب المحتاجين بينما تبرع خمسة وعشرين طالب من الصحف السادس بنتين جنيه ايهما كان معدل تبرعه اكثر. تمام وكذا حبايا ليكونوا التاينة واتمنى انتم استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة